قال هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها المنطقة من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ومؤلفه مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وهو جد شيخ الإسلام رحمه الله جميعاً وتوفي مجد الدين سنة ستمائة واثنين وخمسين للهجرة تبلغ أحاديث المنطقة خمس ألاف وتسعة وعشرين حديثاً وقد انتقاه مؤلفه من كتاب آخر له كبير في أحاديث الأحكام اسمه الأحكام الكبرى أو يعرف بالأحكام الكبرى ولكنه مفقود كتاب الأصل هذا الذي يبدو أنه كتاب كبير جداً هو كتاب مفقود قال مجد الدين في أول كتابه المنطقة قال هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها انتهى كلامه مختصراً ثم ذكر أنه جمع هذه الأحاديث من الصحيحين ومن السنن الأربعة ومن مسند الإمام أحمد ومن منهجه أنه يرمز إلى ما رواه البخاري ومسلم بقوله أخرجاه بألف التثنية إذا قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم ولبقي بقوله رواه الخمسة ولأحمد مع البخاري ومسلم بقوله متفق عليه هذا اصطلاح خاص له إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم وأحمد وفيما عدا ذلك يسمي من رواه عنهم والكتاب اجتمل على شيء يسير من أثار الصحابة رضي الله عنهم وللمؤلف مجد الدين رحمه الله له تعليقات لطيفة واستنباطات بديعة في هذا الكتاب يذكرها عقب الحديث في مواضع كثيرة موسيقى